الشغل الشاغل دلوقتي بكلام عن الطاقة وترشيد الاستهلاك الكهرباء لو حابين نتكلم في البداية مع حضرتك ايه هي ابرز الارشادات اللي ممكن انا في البيت او في مكان عملي يعني امشي عليها عشان ارشد من استهلاك الطاقة الكهرباء طيب الاول هنقول ان ترشيد الطاقة دي ثقافة او ترشيد استهلاك الطاقة ثقافة والثقافة دي لازم احنا بنعلمها لأولادنا من الحضانة لغاية الجامعة لغاية ما يتخرج عشان تبقى اسلوب حيالي نعلمها لو في البيت وفي المدارس والجامعة لازم يتعلمها وهيمشي عليها بعد كده وقانون لازم يرقبه لازم زي النهاردة احنا اتعلمنا زي نمشي على الطريق بسرعة معينة وإلا في رادار في الاول كنا ازعلانين النهاردة لاحظ تكيف خلاص على الوضع ده واصبح بيمشي تبقى للسرعات المطلوبة فنفس الوضع برضو بالنسبة لترشيد الطاقة بالنسبة للبيوت ترشيد الطاقة كتير وانا امكان انا بعانيه في البيت مع اولادي يعني الاودام نورة لازم بطف النور ليه الاودام غير مستخدمة التكيف يعني ادي مثال مثلا جميع الاجهزة الكهربائية اللي في البيت طالما ما بتشتغلش لازم نشيل الفيشة انا بتسعب الكهرباء يعني لو التلاجة ما بتشتغلش لالفيشة لان فيه جزء من الكهرباء داخل المطور بتاع التلاجة او مطور التكيف او خلافه جزء اين؟ جزء دواره وجزء سابت فيه جزء منهم عليه كهرباء مستدامة على طول اللي هي بتعمل ستارت اوب كويكي ستارت اوب الجزء التاني اما تيجي تشغل بتاع تدخل الكهرباء عليها وميدور فانت بتمنع الجزء اللي هو عليه كهرباء دايما تشيل الفيشة هتوفر كهرباء هتوفر على الال 20% من استهلاكك فالتكييف تفصل الفيشة التلاجة اي حاجة ما بتشتغل مروحها اي حاجة مكان طبعا التكييف قبل الصف ما يدخل بعمله انا التنظيف وصيانة عشان ارفع كفاقته يوم يقل استهلاك الطاقة التكييف نفسه انا عندي في البيت بخليه 27 معظم الناس بتخليه 22 درجة ليه انا بخليه 27 عشان اوفر ودرجة حرارة بالنسبة ل 27 كويسة فحاجات كتير في البيت حتى استهلاك الغاز يعني مثل البوتجاز انا بقول له عن العين نار بتبقى عالية وطلع برا للحلة مثلا ده غلط ده المفروض يدوبك تبقى على يدوبك على الاعر من تحت بس عشان توفير للطاقة وبتدي حرارة للجو يعني حاجات كتير في البيت لازمة ان احنا نرشد فيها الطاقة وفي مش في البيت بس ده في المصنع وفي النادي وفي النادي وفي النادي